سلام عليكم مع فيديو جديد من فيديوهات سلسلة تعلم النوتوكات في الفيديو ده هنتعرف على ازاي نحفظ رسمة احنا عملناها وازاي كمان نعمل لها اه اوبن يعني نفتحها وفي نفس الوقت كمان نعرف ازاي اه نتعامل مع ملفات الباكب ملف الباكب بتاعها بالنسبة لي لو في عندي رسمة اه ضاعت رسمة حصل فيها اه ومش عارفة اه اه ازاي استرجعها بملفات الباكب فاير وكمان ازاي اعمل اوتو سيف يعني اخلي الاوتوكات كل شوية كل فترة يعمل اوتوماتيك سيف بحيث اقدر اه احتفظ باقدر استرجع ملف حصل له دامج من ملفات الاوتو سيف نشوف ازاي مع بعض لو انا عندي رسمة اه اللي ادامنا دي اه عايزين نحفظها فعايزين نسيف الرسمة اللي ادامنا دي من الايكونة بتاعت الاوتوكات هنعمل سيف از هنروح مسلا على مكان احنا اه عارفينه وليكن المكان دوا اهو وندي لها اه اسم مسلا نسميها مسلا اه رقم واحد ونقول له سيف ونخلي بالنا ان احنا هداه سيف اوتوكات كام الفين واربعة لان احنا قبل كده قلنا ازاي نخلي الاوتوكات يعمل سيف اه اه بفيرجن قديم فانا محفظه ان هو يحفظ على الفين واربعة عشر فممكن هتترجع للفيديو ده وتتفرج عليه نعمل اه سيف فهنا في الحالة دي الاوتوكات عمل اه سيف جوه الملأ جوه الفولدر اللي اللي ادامنا ده جوه الفولدر اللي ادامنا ده لو انا فتحت الفولدر ده دلوقتي هلاقييني اه 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 الرسمة بتاعت اللي انا حفظتها رقم واحد وعمل ملف تاني جنبيه هنتعرف عليه الملف ده بعد شوية هنلاحظ دلوقتي ان الملف اللي ادامنا ده اسمه واحد دوت دي دابلو جي دي دابلو جي هو الامتداد بتاع الاوتوكات اي رسمة اوتوكات هتلاقي الامتداد بتاعها دي دابلو جي احنا لما بنسيف الملف مثلا واحد مع استمرار اللي عملية الحفظ الملفات بيكاريت معانا او بيعمل معانا ملف تاني اسمه بي اي كي الملف البي اي كي ده ده هو ملف اه باكب بمعنى اي ملف باكب يعني الملف رقم واحد ده لو الملف دون حصل له اي مشكلة ما فتحش اه ضع منا اه حصل له اي مشكلة ممكن انا استرجع الملف بتاعي ده من الباك البي اي كي خلاص يبقى انا هنا بنوع من الامان والحماية للملفات بتاعتي ان انا يكون عندي ملفات بي اي كي لان فعلا مفيدة جدا وتقدر بيها تسترجع الملفات اللي انت اه ممكن يكون حصل لها مشكلة نسترجعها ازاي الملف البي اي كي اللي قدام حدرتك ده امتداده بي اي كي هنعمل رينيم ليه نقف هنقف عليه ونعمله رينيم ونغير الامتداد ده الملف بتاعي ده نسميه مثلا نسميه حداشر ضط دي دابليو جي ضط دي دابليو جي ولو دست انتر دلوقتي بيقول لي انت متأكد ان انت عايز تغير الامتداد بتاعك اقول له يس يبقى الملف بتاعي تحول لايه لحداشر ضط دي دابليو جي خلاص بقيت انا الحداشر ده هو النسخة اللي انا استرجعت بيها الملف بتاعي خلاص طيب احنا في حاجة بس عايزين ناخد بالنا منها ان الامتداد بتاعي هنا ظاهر الامتداد ظاهر ممكن مع حضرتك دلوقتي وانت قاعد ده ممكن بيوتر تلاقي الامتداد من الظاهر ده ليه لان انت الويندوز عندك مش متحمل اه مش متعرف على انه يظهر الامتداد فانا هزهر الامتداد ازاي نظر الامتداد بان احنا هنروح على الويندوز عندك جوة الويندوز دي حاجة تخص الويندوز وهنكتب file explorer option هتظهر لي الشاشة اللي قدامنا دي هندخل على view ومن جوة view هنروح على هنروح هنا على طلب إيجا ا sympathetic for unknown files العلامة دي لو انت حضرتك معلم عليها يعني ما اذا بهذا اозмبله هو مش هيظهر لك مستقبل لو انت يعلمت عليها ا lowvVE tab ummmtcfbar. لو انا بمعلمت instability او فانت حضرتك بخorc Sinn العلامة اللي هنا دي علشان يظهر لك مستقبل الخاصة بتاع الملفات لان الديفولت بتاعه انه هو خفيه. بعد ما تظهر الملفات بتاعتك اه بعد ما تشلي العلامة دي اقع يعني هندوص اه اه هنروح الملفات بتاعتنا هتلاقي الاكستنشن بدا يظهر معاك اه زي ما حاضرتك شايف كده اه طيب. انا كده عملت رينيم للملف بي اي كي بتاعي واسترجعت الملف بحمد الله. نتطمن كده. هندوص على ايكون توكات نعمل اوبن. اوبن. هتلاقي ملفين ملف 11 وملف واحد 11 ده ده الملف اللي احنا استرجعنا به اللي هو تغيرنا البي ايه. ايه. اه ندوس ا اه ندوس اه ندوس اه الملف اللي قدام حضرتك ده الملف ده اه 11 اهو. يبقى معنا كده ايه ان البي اكيه قدرت بي انقذ الملف اللي حصل في اه دامج وحصل في اه ان هو تلف مني و اوضاع او حصل له مشكلة قدرت استرجعه بالملف اه البي اي كي. خلاص? يبقى احنا دلوقتي عرفنا ملفات البي اي بي كي. دلوقتي ازاي نخلي الاوتوكات بقى يعمل لنا اوتو سيف. البي اي كي ده بينشأ الوحده. بينشأ الوحده. وبالتالي هو بيتحفز مع الفولدر وباسم الملف. البي اي كي. طب ازاي نعمل اوتو سيف. هنروح على اه الرايت كليك هنا. نعمل اوبشن. نروح على اوبشنز. نقف جوة كوماند وندوس على ايه ايه. هندوس على اه وروح على الفائل سيفتي بريكوسينز اللي هي دي. هتلاحظ فيها هنا اوتو سيف سيف. اوتو سيف هتلاقيها دي متعلمة عليها ومحطوط هنا عشرة. اوتو سيف هتلاقيها متعلم عليها ومحطوط عليها عشرة. معنى كده ايه? معنى كده ان الاوتوكات ده هيعمل اوتوماتيك سيف يعني هيسيف كل عشر دقايق من اخر سيف اتعمل يعني انا لو عملت سيف دلوقتي وانسيت اعمل حفظ المدة عشر دقايق يعمل هو اوتو سيف دي اول خاصية اللي وبعد كده لو انا بصيت نزلت هنا تحت كده تحتها على طول اعمل ايه كريات باك اف باك اف كابي وز هنا دي اللي كانت بيعملها من شوية ان هو كل سيف يروح اعمل لك تحديث لملف الباك اف يعني بمعنى صح ان انت بتعمل باك اف اثناء السيف ودي السيف همتعلم عليها لان هي دي اللي عملت البي اي كي فايل يبقى هنا دلوقتي هو دلوقتي بيعمل سيف على ايه اوتوماتيك سيف دلوقتي طيب الاوتوماتيك سيف ده بيتحط فين مكانه فين بالزبط البالمناسبة دلوقتي كيف مكانه في نفس المكان اللي فيه الملف لكن الاوتوسيف مكانه فين تعال نشوف نروح على التابة بتاعة فايلز وندخل على اوتوماتيك سيف لوكيشن اهو بيتحفظ في المكان اللي حضرتك شايفه ده اللي هو التمب فايلز بيتحفظ جوه التمب فايلز هن اختار نعمل عليها كوبي اهو علشان نروح له بعد كده نعمل له كوبي نقف عليه ونعمل له كوبي علشان اروح له اه 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 اوريك ازاي المكان هو فين بالزبط نرجع تاني الاوتوماتيك سيف يبايز ان هنا من الشاشة دي بيعمل اه اوتوماتيك سيف وبقول له لو سمحت اعمل باكاف فايل وبقول له وكمان هو بيعمل حاجة اسمه ايسي ايسي فايل ده اسمه ايه اه 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 تمبرو فايل التمبرو فايل ده وان هو لو الملف اه اه حصل له مشكلة هو بيحاول يسترجعه من نفسه بالحاجات دي دي ما ليش انا دعوة بيا مش هتحكم فيها فخلينا مركزين على الاوتو سيف ويه البي اكي خلاص كده ونقول له ايه اوكي في الحالة دي الاوتو كاد كل عشر دقايق هيعمل لك سيف ويكتب لك هنا في الكمانت ان هو عمل سيف زي ما حضرتك شايف دلوقتي خلاص ازاي احنا بقى نوصل للملفات الاوتوماتيك سيف يبقى انا عندي طريقة ان انا ارجع الملف بتاعي عن طريق الملف البي اي كي فولد الملف البي اي كي ان انا عملت له النام والطريقة التانية دلوقتي ازاي اروح انا للاوتو سيف واستدعيه واسترجعه كل ده علشان حضرتك لو حصل مشكلة في الملف بتاعك تقدر تنقذ الملف خلاص نروح على اه 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 وندوس هنا ونعمل كنترول في اللي انا اللي هو ده المكان اللي انا اه جبته من الاوتو كاد اللي بيحفظ فيه ملفات الايه الاوتو سيف انتر فهو الحقيقة بيحفظني الملفات في المكان ده اللي حضرتك شايفه ده طيب الملف اسمه ايه الملف الامتداد بتاعه اسمه اس في دولار ساين اس في دولار ساين يبقى انا لو جيت هنا عملت سيرش وعملت اس في وعلامة الدولار اس في علامة الدولار هجيب كل الملفات اللي لها الامتداد ده هيظهر معانا مباشرة الملف اللي ايه الملفات اللي هي ايه? الملفات اللي هي ايه ملفات اوتي سيف ايه اللي اللي هو بيعمل سيف كل عشر دقيه خلاص? هتلاقي في الاول ده اسم الملف بتاعك خلاص? ويبقى هو بعد كده في شوية ارقام هو اللي بيحطوا لأوتو كاد ازاي بقى ان استرجع الملف بتاعي هنقف على الملف ده كده برضه ونعمل له رين ايم لدي د بليو جي دي دابلو جي نغير الاس في دولار سين لدي دابلو جي ندوس انتر بقى الملف اهو قدامي اهو ده ملف اوتو كاد لنسخة اللي عملها اوتو سيف وانقصت بيها برضو الملف بتاعي خلاص دي كده الطريقة اللي انت حضرتك تقدر تسترجع بيها ملف انت حضرتك فقدته سواء بطريقة البي اي كي او بطريقة ان انت تسترجعه من ملفات الاوتو سيف ودي طبعا بتنقذك من مواقف كبيرة جدا انت تكون ملف مهم جدا انت فقدته اه حصل له اه تلف فانت تقدر تسترجعه بمنتهى اه السهولة بعد احنا ما خلصنا الرسمة بتاعتنا وعايزين نخرج من الاوتو كاد هندوس على الايكونة الاوتو كاد وندوس على كلوز نخرج من الرسمة فقط ولا سنخرج من الاوتو كاد لكن عشان تخرج من الاوتو كاد بتقول له اجزت اوتو كاد على الايكونة دي يخرج من الاوتو كاد وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو اه بتاعنا يارب تكونوا استفدتم منه ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة السلام عليكم